اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله السلام عليكم ورحمة الله ومستمرين مع حضرتكم في خاطرة الفجر طلبوا العلم ونية قيام الليل يوميا بناخد النيتين دول مع بعض وإحنا في العشر الأواخر عايزين نحيي هذه الليالي لعل ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا إدراك ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تقدم يعني كل الذنوب اللي فاتت في حياته من سن البلوغ من ساعة ما بدأت حاسب لغاية اللحظة اللي الإنسان فيها بيعمل العمل الصالح اللي كان سبب في مغفرة هذا الذنب فإحنا كل يوم بنتقابل بنية قيام الليل ونية طلب العلم وأنا النهاردة كنت بقرأ ما زلت في بعض أسباب النزول وكنت بقرأ في كتاب عن القواعد الفقهية وأنا عايز أستسمع حضرتكم في حاجة يا شباب عايزكم أول ما تلاقوا حد من الناس اللي إنتوا تسمعوها بدأ يتكلم بلغة علمية تصبروا إحنا ما تعودناش نسمع معلومات علمية تعودنا نسمع معلومات في الرقائق معلومات فيها قصص لكن في العصر اللي إحنا فيه مهم جدا أن أنت يبقى عندك منيمم قدر أقل قدر من البعض المعلومات اللي تفهمك أصول دينك بحيث تبقى ثابت وعندك عقلية كده تعرف تفهم بها أحكام ربنا وتشريعات ربنا سبحانه وتعالى ولما تخش على السوشال ميديا وتلاقي مثلا الناس بتشكك في دينك لازم يبقى عندك قدر بسيط من العلم اللي يخليك ثابت مش شان ترد أو تتناقش براحتك بس الأصل مش إن أنا عشان أرد الأصل عشان أنا أحصل نفسي لما حد يقولي معلومات غريبة ده بيسموه العلماء المعلوم من الدين بالضرورة أو ما لا يسع المسلم جهله حاجات ما ينفعش إنه جهلها فساعات تلاقيني كده بأتكلم بلغة علمية معينة ممكن ما تبقاش العادة أو إن أنا أثير معلومات علمية أو حاجات في أصول العلم لكن في وقت من الأوقات لازم ننتقل خطوة كده مع بعض اللي أنا عايز أشارك حضراتكم فيه النهاردة قعدة في أصول الفقه الأصول اللي العلماء بيستنبطوا بيها الأحكام من الأدلة القرآن والسنة في قواعد معينة بيخش بيها العلماء يطلعوا الأحكام القواعد دي منها أحد العلوم اللي منها العلماء بيطلعوا أحكام ربنا علم أصول الفقه من قواعد أصول الفقه اللي العلماء بيبصوا بيها في الشريعة قعدة بتقول المشقة تجلب التسير وقعدة تانية بتقول إذا ضاق الأمر التسع أنا كنت بقرأ في كتاب لأصول الفقه اسمه القواعد الفقهية الميسرة لدكتور اسمه دكتور عماد علي جمعة أحد الكتب اللي المشيخ نصحونا بيها وجبناها من معرض الكتاب القواعد الفقهية الميسرة إذا ضاق الأمر التسع المشقة تجلب التسير إذا ضاق الأمر في الدنيا التسع في الشريعة المشقة في الحياة تجلب التسير في الدين وانت ماشي في رحلة حياتك في أحكام طبيعية جدا ربنا فرضها على الأمة وليكن مثلا حكم زي حكم الصلاة الصلاة دي لها أركان زي ركن القيام زي ركن الركوع زي السجود لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان فيه ركن من أركان الإسلام اسمه ركن الصيام من أول الفجر لغاية المغرب على المسلم البالغ العاقل أركان وعبادات وفرائد طيب لو واحد كان عيان احنا أصلا بنصلي صلاة أليلة خمس فرائد كل فرض بيتصلى في خمس دقائق فخلاصة الصلاة كلها في اللي 24 ساعة نص ساعة مع ربنا سبحانه وتعالى الخمس فروض فالنهاردة ربنا طالب مننا خمس فروض وكل فرض خمس دقائق فالحقيقة الموضوع على الحقيقة سهل وربنا فرض الشريعة على قوة أضعف واحد فينا عشان الكل يعرف يقرب لربنا لكن تخيل واحد عيان الطبيعي لو احنا مع بعض بالحماس كده مش بالعلم نقول له ايه المشكلة لو عيان قوم صلي قوم موقف بي دين ربنا يا جماعة مش يدرقف قوم ان شاء الله حتى تموت تبقى موت في سبيل الله اه ده كلام الناس اللي عندها حماس اسمها دهاش علم اللي عنده علم المشقة تجلب والتيسير واذا ضاق الامر التسع باحفظ القواعد دي كويس قوي فالعيان ربنا يقول له صلي وانت قاعد لو انت مش قادر تقف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر المهم نتواصل المهم تبقى معايا وانت مستريح ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني مشقة مش عايزين نتعبك تعال خليك معايا وانت مش تعبان فتقعد وتصلي ويبقى الركوع حتة صغيرة كده ولو واحد مش قادر يسجد الناس بتبقى مثلا عنده عية معين عينية ما يقدرش يسجد عشان ما يتجمعش الدم في عينيه فيبقى الركوع لو انت شايفني الركوع حتة صغيرة كده والسجود حتة اكبر شوية كده بحيث ان هو عيا ما يزيتش المشقة تجلب التسير شوف طوالا مش قادر حتى صلي وانا قاعد قالك يصلي على جنبه يومي وبيعينيه تصول لما الله ملك السماوات والأرض يرضى مننا بصلة بس بعمل اشارات بعيني كده القيام فاتح عينية الركوع قافل عينية شوية السجود بقى يومي وبيعينيه لازم تتأمل في الاحكام دي احكام اللي في الفقه اللي علمهنا العلماء عن طريق اصول الفقه بتقولك مين ربنا ربنا العظيم راضي مني وانا عيان بس ان انا اتعامل معاه بعينيه بس اقول الله اكبر ادخل في الصلاة يومي وبيعينيه شوف ازاي ربنا بيكتفي بالقليل مننا انت عارف لما يقولك فلان ده طيب اوي بيرضى بالقليل بيرضى بالقليل واقل حاجة ترضيه ولله المثل الاعلى والله ما هتلاقي حد بيرضى بالقليل منك زي ربنا يرضى بالقليل ويفرح بالقليل ويجازيك على القليل ليه اصلا عندي مشقة فمش اقدر المشقة تجلب التسير واذا ضاق الامر اتسع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وكان معاه السيدة عائشة وبعدين قبل ما خشوا على المدينة العقد بتاعها ضع منها فالناس قاعدت تستريح شوية فبدأوا الصحابة بيحبوا سيدنا النبي يدوروا على عقد السيدة عائشة والموضوع طول والمكان ده ما كانش فيه مياه فبعض الناس سألت لسيدنا وبعدين شوفت بقى عائشة ضيعت العقد بتاعها وما فيش مياه في المنطقة دي واحنا داخل وقت صلاة فسيدنا النبي كان قاعد شوية مرهق فنام برأسه الشريف على رجل السيدة عائشة كده قبل ما الناس بتدور على العقد فلما نام جي سيدنا أبو بكر الصديق وقال للسيدة عائشة برضو بتأخرين تاني وبرضو انت اللي مؤقف الجيش كله ومؤقف الناس كلها كده بتقولوا قاعد أبو بكر الصديق أبوها قاعد ينهرها ويزعق لها وهي ما بتتحركش ليه والما يمنعني من الحركة إلا رأسه رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم على في حجري ولا مش قاعد تتحرك حتى ما يصحاش صلى الله عليه وسلم شوية وصح سيدنا النبي عليه السلام ونزلت عليه آية التيمم ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا روحوا للطراب وتيمموا به فلما نزلت الآية وربنا نزل آية التيمم للناس اللي ما عندهاش ميا الصحابة قالوا ليست هذه بأول بركتكم آلة أبي بكر ده أنتو يعني وجودكم في وسطنا بركة بسبب عقد السيدة عائشة نزلت الآية اللي بتخفف عن الأمة كلها وبقى دلوقتي اللي ما عندهاش ميا بيتيمم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إذا ضاق الأمر في الحياة اتسع في الدين إذا المشقة في الحياة تجلب التسير والكل عارف لما بنبقى مسافرين حتى لو راحين يتفسح بس أحوال ما تغيرت أنت مش في بلدك فأحوالك متغيرة فربنا يقول لك خلي الصراء الأربعة ليه توقف خمس دقائق خليها تنين الدهر وخلي العصر الأربعة خليه تنين وصلي المغرب زي ما هم وخلي العيشة الأربعة خليه تنين وصلي الصراءات مع بعض عشان تعرف تقضي وقتها فبنصلي الدهر مع العصر جامعة تقديم ولا تأخير والمغرب مع العيشة جامعة تقديم ولا تأخير وحاجة في منتهى الجمال والرفاهية عشان مسافر فأحوالي متغيرة فحبيت بس أشارك مع حضراتكم أن ربنا بيحب وصلنا وإحنا مستريحين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني ما شق والآية التانية ما يجعل عليكم في الدين من حرج يعني ما شق كررها ربنا علشان يثبت لك أن حبك تبقى مستريح المهم نكون مع بعض عندي بعض أسئلة عايز أجاوب عليها في ناس بزعل منهم ومش بقدر أقول لهم والناس اللي بزعل منهم ومش بقول لهم مش بياخدوا بالهم أعمل إيه أنت عندك اختيار من اتنين اللي يزعلك لازم تواجهه بمنتهى الذوق والطيبة والجمال بس لأنك أنت لو ما واجهتوش ممكن يكرر الشيء اللي بيجرحك وانت ماستحملش طب لا مش قادر أوجهه وهو مش واخد بله عشان ما قلتلوش يبقى تسامح بطيب نفس اختيارين يتواجه بأدب يأما تسامح وتعفو بطيب نفسه ولا أكنه عمل حاجة وأنا برجح الأولى أن احنا دايما نصفي اللي ما بنا علشان ما تزدش الخصومة وبعدين واحد ينفجر بعد كده والله أعلم بندم لما بقول لأي حد لا على حاجة هو عايزها مني وبحس بتقنيب ضمير شديد وبحس أن أنا نفسي دايما عايز الناس تبقى مبسوطين شوف يا صديقي إحنا أنت عارفين في كتب متألفة how to say no لأنك لما بتقول لأي حد حاضر هاجي معاك أنت بتقول له حاضر وبتقول لنفسك لأ في حاجة بتاعتك العلم يعلمونا بالنص كده لما بتقول لحد آه معناها لأ لحاجتك فأنت لو ما عندكش حاجة بتعملها اخدم الناس بعينيك لكن لو عندك أولوية لما بتقول لهم لأ يلا نلعب كرة في الشارع ما أنا عندي ورد قرآن عايز أخلصه أو عندي امتحان بكرة أو عندي أبويا محتاج مني مشوار فأنا بقول له لأ عشان أقول آه لأولويتي فدايما تسأل نفسك باستمرار إيه الأولوية الآه لهم اللي تساوي لأ ألي ولا اللأ أليهم اللي تساوي آه عشان حاجة بعملها فدي ده اللي يفصل في الموضوع أنا مريضة وبفتر وكنت نفسي أصوم هالربنا هيسمحني ويغفر لي لأنه لابتلاء صح حضرتك بتسأليني في كلام الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر يبقى يصوم بعدين لما يبقى صحيته كويسة ده معنى آية فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر طبعا لو حضرتك مريضة وعايز تاخدي رخصة الإفطار إفطري والمفطر هنا زي الصائم الصائم الصحيح زي المفطر المريض ده أخذ بأمر ربنا وده أخذ بأمر ربنا وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسافر مع الصحابة وبيفطروا في السفر كان الصحابي والحديث سيح مسلم يقول فمننا المفطر ومننا الصائم فلا يعيبوا المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فإحنا ربنا اللي ادانا هذه الرخصة والله يحب الرخص زي ما يحب الفرائد الله يحب أن تقطع رخصه وكما يحب أن تقطع عزائمه المهم أن أنا أكون مريض للمرض اللي يفطرني فربنا يشفي كل مريض لما بحس بأهوال يوم القيامة بعض الناس بتخاف وتبكي هل لأن إيمانهم ضعيف وبعض الناس مش بتبكي وبتكون قوية هل يعني ما عندهمش خشوع؟ لا البكاء البكاء مرتبط بطبيعة الوجدان في ناس وجدانها يغلب عليه القبض وفي ناس وجدانها يغلب عليه البسط في ناس تبكي لما ربنا يقول إن المتقين في جنات وعيون أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كلم عن الجنة والإحوال المحسنين فيبكي لهذه الآيات اللي فيها بسط وكرم من ربنا وفي ناس يتبكي لما يتقال خذوه فغلوه ده مش معناه أن حد أكثر ارتفاعا إيمانا من التن ده طبيعة نفسية نفس تبكي عند الترغيب ونفس تبكي عند الترهيب وفي إنسان بيعدي بمراحل القبض والبسط ساعات يبكي عند النار ساعات يبكي عند الجنة ملهاش دعوة بالإيمان ولا قوة الإيمان ولا الخشوع كلاهما من الصالحين هل زكاة الفطر تطلع طعام ولا مال وهل لها وقت محدد وما مقدارها هنا عندنا الفتوى في دار الإفتاء المصرية إن الزكاة يجوز إنها تطلع فلوس بالأصل إنها تطلع حبوب ويجوز إنها تطلع فلوس ودار الإفتاء المصرية السنة دي حددتها ب13 جنيه بيطلعها الإنسان عن نفسه وعن من يعول فأنا لو أب عندي ولد وبنت ومراتي لو عندنا حد بيساعد في البيت كمان يبقى أنا بطلع عن نفسي وعن ابني وبنتي ومراتي ولو حد مقيم معانا لو ما عنديش حد بيساعد في البيت بطلع عن نفسي 13 جنيه وعن مراتي وابني وبنتي عن نفسك وعن من تعول 13 جنيه للفرض لو هتطلعها فلوس هتطلعها حبوب دي حاجة تانية تقدر تخش على دار الإفتاء المصرية وتعرف مقدار قد إيه من أنهي حبوب ربنا يتقبل وقتها دلوقتي من أول رمضان لغاية ينتهي وقتها عند صلاة العيد في الله دلوقتي اللي ما زكاش زكاة الفطر إيه اللي حيزكيها ربنا يتقبل منكم طولنا عليكم شوية النهاردة دي كانت خطرة الفجر هسيبكم إن شاء الله وشوفكم بكرة السلام عليكم ورحمة الله اللهم صارك على سيدنا النبي اشتركوا في القناة